الأخوة أساس العلاقات الإنسانية اعتمدت الرأس مالية على مبدأ الفردية شبه المطلقة بينما تمنت الاشتراكية مبدأ الجماعية شبه المطلقة والرؤية الإسلامية للعلاقة بين الأفراد هي مبدأ الأخوة فالاقتصاد الإسلامي ليس اقتصادا فرديا ولا اقتصادا جماعيا بل هو اقتصاد قائم على مبدأ الأخوة بين أعضائه وهذا مما يبين تميز الاقتصاد الإسلامي عن كل النظامين فليس هو هجينا أو خليطا منهما بل هو نظام متفرد يقوم على أساس ورؤية مختلفة لاحظي الشكل التالي الأخوة تتضمن جوانب التشابه التي تقتضي التعاطف والتراحم ومن ثم النشاط غير الربحي كما تتضمن جوانب الاختلاف التي تقتضي التخصص والتبادل ومن ثم النشاط الربحي